مرحبا. خلينا ناخد درس تطبيقات قيم قصوى. اول اشي بنا نعرف كيف طريقة الحل. اول ما تشوف السؤال بترسم علاقة من السؤال. يعني بترسم رسمة عشان تخفف لك عن فهم السؤال. بعدين بتكون العلاقة الاصلية من كلمة اكبر واصغرة. هسا بتشوف كيف. بتستبدل متغيرات بتجعلهم كلهم متغير واحد. يعني بتحط متغير بيكون عندك متغيرين او ثلاث. بدك تخليهم كلهم متغير واحد. بعدين بتشطاق. بتساوي بالصفر. بعدين تفحص عن طريق الرسم. نجح على انثلة. نجد العددين. عددين مجموعهما عشرين. ومجموع مربعهما اقل ما يمكن. اذا العلاقة الاصلية بتاخدها من عند اقل ما يمكن. شو هو الاقل ما يمكن مجموع مربعهما. تفرض اول اشي العدد الاول سين. عدد الثاني صاد. فناخد المجموع مربعهما ناخد كرمز من حط ميم. مين بساوي سين تربيع زاد سات تربيع. مجموع مربعهما. سين تربيع زاد سات تربيع. هس هون عندك اه عندك متغيرين. مش لازم يكون في متغيرين. لازم يكون في متغير واحد بس. من ويم دك تحط واحد بدل الثاني من عند المساعدة. هادي العلاقة المساعدة مجموعهم عشرين. يعني سين وصاد مجموعهم عشرين. هاي سين وصاد مجموعهم عشرين. دك تحط واحدة بدل الثاني. تنقل سين او صاد لهناك. وتصير صاد بتساوي عشرين ناقص سين. حلو. هس بتحط كل بدل صاد عشرين ناقص سين. من المعادلة الاولى. مين بتساوي سين تربيع زاد عشرين ناقص سين كل تربيع. هس هون في ناس بيفككوا التربيع. وبضربه ومش عارف ايش. لا. خليها زي ما هي واشتقها زي ما هي. صار عندك بتغير واحد اللي هو السين. تشتقه. تشتق. تشتق يشتقه عادي. مين بفتحه يساوي اتنين سين ناقص اتنين في عشرين ناقص سين. طبعا هادي القوس عشرين اه عشرين ناقص سين بنزل زي ما هو. هون نطرح من الواحد. بعدين مشتقت الداخله. داخله سالي بواحد. فبصير اتنين ناقص اتنين في شو اسمه. هسا. دك تساوي مشتقة بالصفر. شايف هاي. كلها هاي كلها بساويها بالصفر. لما تساويها بالصفر بيطلع عند قيمة سين. سين تتلعب مع قيمتها عشرة. بس تحل. بعد ما تدخل اتنين وتطرحه من بعض وقت بيطلع معك عشرة. هسا بتحطها على خط الاعداد. اه خط اعداد وهمي. يعني بتحط عشرة بتعوض اكبر من عشرة واقل من عشرة. راح يطلع معك هون سالب هون موجب. بس هو طبعا ما حكلك اقل ما يمكن فخلص بتحط زي هيك. حرف في. فطلعت عشرة اقل ما ما يمكن. هسا بدك تطلع صاد. من اين بدك تطلع صاد؟ من المساعدة. طلع الصاد تساوي عشين ناقص سين. اذا السين عشرة. فصاد قديش? عشرة. فطلع معنا صاد تساوي عشرة. ناخد مثال ثاني. هسا عندك قطعة ارض مستطيلة الشكل. يراد احاطاتها بسياج طوله اربعمائة متر. لحد الان مش عارفين شو هي العلاقة الاصلية. ما اكبر مساحة لهذه القطعة? اكبر مساحة اذا ها هي العلاقة الاصلية. تحط العلاقة الاصلية بتحط نفرض انه الطول سين. تحط رسمة من عندك هاي مستطيلة الشكل. سين طول وصاد العرض. مثلا. تفرض طول السين والعرض صاد. هسا المساحة مساحة المستطيلة الشكلة الطول في العرض. سين فصاد. ميم. حطنا ميم هي مساحة. ميم بتساوي. سين فصاد. حلو? هاي طلعنا العلاقة الاصلية. هسا العلاقة الاصلية فيها ثنتين. فيها متغيرين. تتخلص من المتغير. كيف? من المساعدة. حكالك المساعدة احاطتها بسياج. هسا السياج هو هاي المستطيل. السياج راح يكون على الدائر. هسا هذا الدائر ايش نسميه? نسمي المحيط. المحيط يساوي مجموع اطول اضلع. سين وسين اتنين سين. وصاد وصاد اتنين صاد. اتنين صاد زاد 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 اتنين صاد اتنين صاد زاد اتنين صاد زاد اتنين صاد زاد اتنين صاد زاد اتنين صاد ز هاي قاعدة الاصلية بتحط بدالها 200 ناقص سين صاد هيها تحط بدالها 200 ناقص سين هزي صار عندك هيك بدك تشتاقها هيك صار عندك بتغير واحد بدك تشتاقها هيك اشتاقها بس ضرب اقترانين راح تكون فدخل السين بعد ان اشتاق احسن لك دخلنا السين اشتاقينا بعدها المشتاقها هاي بتساويها بالصفر عشان تطلع قيمة سين قيمة سين بتحطها خط الاعداد طبعا هو طالب اكبر ما يمكن فتحطها هيك اكبر اشي هون راح يكون موجب هون راح يكون سالب راح يكون اكبر اشي سين طلع سين بتساوي 100 طب بدك صاد صاد بتساوي 200 ناقص 100 اللي هي سين صاد بتساوي 100 هلا هو مش طالب اضلاع طلعت الضلع هاد و الضلع هاد بده ايش بده المساحة مساحة الطول في العرض الطول 100 والعرض 100 اذا اه جواب عشر تلاف طبعا اه طلعت طول والعرض نفس الاشي فهاد بيعتبه مربع وهي مربع هي حالة خاصة من المستطيل خلينا ناخد كمان سؤال اذا كان مجموع عدد مع ثلاثة امثال وهذا تسبك منه بدك انت القاعدة الاصلية اللي هي بتفرض الاول سين والثاني صاد حكينا عدد مع ثلاثة امثال الثاني يساوي 60 فجد العدد الذي يكون حاصل ضربهما اكبر ما يمكن اذا هاي اكبر شو اكبر ضربهما نفرض اي اشي مثلا ميم او كاف او عين اي اشي بدل على حاصل ضرب بساوي سين في صاد هاي العلاقة الاصلية هس عندك سين وصاد بدك تتخلص من وحدة كيف من المساعدة المساعدة ايش احكي لك مجموع الاول تحط مجموع الاول زائد ثلاثة امثال الثاني بساوي 60 انا اسهل لك تحط سين لحالة ولا صاد لحالة انا برغي سين لحالها ليش لانه اه فيش معها ارقام فبتحطها سين تنقل الصاد لهناك 60 ناقص ثلاثة صاد صار عندك سين لحالها بتحطها بدل سين اللي هون ميم بتساوي 60 ناقص ثلاثة صاد في صاد بتوزع الصاد عشان تستهل عليك المشتقة ستين صاد ناقص ثلاثة صاد تربيع شتق ميم فتحة ستين ناقص ست صاد ساويها بالصفر ست صاد بساوي ست صاد بساوي ست صاد بساوي ست صاد بساوي قديش عشرة هاي طلعت صاد طيب هلا بدك بدك تحط على خط الاعداد وتشوف عشرة هو اشطرب اكبر ما يمكن فبتعوض اشي اكبر من العشرة رح يطلع معك سالب اللي هو 11 66 ستين ناقص ستين بسالب هون بطلع موجب اقل من العشرة فطلع اكبر ما يمكن يعني صحيح حدلك هسا صاد طلعت عشرة سين قديش رح تطلع سين هي ايش حكالك ستين ناقص ثلاثة صاد يعني ستين ناقص ثلاثين ستين ناقص ثلاثين قديش تلاتين وهيك طلعنا العددين الاكبر والاصغر ان شاء الله في فيديو ثانية عشان ناخد كمان امثل موسيقى موسيقى